عرضت سلطات مدينة سويدية نحو 30 قطعة أرض للبيع بسعر زهيد جداً لا يتجاوز ثمن فنجان قهوة وبالتحديد مقابل ما يوازي 9 سنتات أميركية ونقلت شبكة CNN الأميركية في تقرير لها أن مدينة يوتين الواقعة على بعد 200 ميل جنوب غربي العاصمة ستوك هولم قررت بيع 29 قطعة أرض بأسعار تبدأ من 1 كرونة سويدي ما يعادل 9 سنتات أميركية للمتر المربع الواحد ويمكن للمشترين المحظوظين أن يبنوا منزل أحلامهم عليها للعيش أو للاحتفاظ به لقضاء العطلات حيث لا يتطلب الأمر أن يكون الشخص مقيماً في السويد أو أن يلتزم بالإقامة فيها ومدينة يوتنا عبارة عن منطقة ريفية يعيش فيها حوالي 5000 نسمة في البلدة الرئيسية و13000 في إجمالي المدينة وتقع على ضفاف بحيرة فانيرن الأكبر في الدول الإسكندنافية شرح العمدة يوهان مانسون لشبكة CNN أسباب الخطوة وقال إن المسألة مزيج من الانكماش الاقتصادي وتراجع عدد السكان في الريف وتابع سوق الإسكان بطيء جداً في منطقتنا وفي السويد بشكل عام بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ووجود القليل من الركود لذلك أردنا إنعاش السوق وأوضح نشهد أيضاً انخفاض معدلات المواليد وارتفاع معدل الشيخوخة بين السكان لذا يتعين علينا أن نفعل شيئاً ونجلب المزيد من الناس إلى هنا وأشار مانسون إلى أن السلطات قررت بيع ثلاثين قطعة أرض مقابل رسوم رمزية وهي الأراضي التي كانت معروضة للبيع لسنوات عديدة ولم يتقدم أحد لشرائها ووصف الوضع بأنه استثنائي ويتطلب إجراءات استثنائية مضيفاً لذلك قمنا بالخطوة ترجمة نانسي قنقر